في إطار الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله إلى روسيا الاتحادية عقد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مؤتمرا صحفيا حضره رجال الصحافة وممثل الوكالات في روسيا الاتحادية وقد تحدث وزير الخارجية وقال إن المباحثات التي عقدها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في قسل كريملين كانت بناءة ومثمرة وإيجابية حيث تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في كافة المجالات لكل ما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين وقال وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي إن مملكة البحرين ترحب بالنتائج المهمة التي تم التوصل إليها بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وروسيا الاتحادية الصديقة خلال الاجتماع الذي عقد على هامش مجموعة العشرين الكبار جي عشرين بين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين وما تم التوصل إليه من نتائج مهمة بشأن النفط والتي تعتبر خطوة استراتيجية لدعم جهود التنمية في منطقة الشرق الأوسط وتطرق وزير الخارجية إلى الوضع في سوريا وقال إننا ندعم بشكل كامل وحدة أراضي سوريا ولا نسمح بالتدخل الإقليمي في سوريا ونريد أن نحافظ على سوريا بكل حدودها كما ندعم التعاون والتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في سبيل استقرار المنطقة وإبعادها عن كافة التوترات والصراعات كما تطرق وزير الخارجية إلى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين والمتعلقة بمجالات التعاون في المجالات الدفاعية والنفطية وقال وزير الخارجية إن جلالة الملك المفدى أبدأ إعجابه بالكبير بالمنظومات الصاروخية الدفاعية الروسية والتي شاهدها جلالته خلال زيارته اليوم للمعرض العسكرية الروسية الجيش 2016 واختتم الوزير تصريحه قائلا إن مباحثات جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس بوتين كانت ناجحة وبناء وستحقق الأهداف المرجوة لمزيدا من التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ثم أجاب وزير الخارجية على أسئلة الصحفيين